وكدأ بها في نقل كل ما يهم الوطن والمواطن كاميرا أخبار الدار رصدت جانبا من تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة الأخيرة والخاصة باعتماد خمسين وظيفة بالكوادر المدنية ضمن دعمه لشرطة الشارقة وتمكينها من استيعاب أبنائه المواطنين من خريجي الجامعات والثانوية العامة في مختلف التخصصات هويد الشرقي والتفاصيل لأنه اليد الحانية لأبناء وبنات الشارقة أطلت علينا مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليضع الوطن وأبنائه ومؤسساته أمام تحول جديد وخطوة جادة لتوفير الحياة الكريمة أحد هذه الخطوات هي اعتماد أكثر من خمسين وظيفة من الكادر المدني بالقيادة العامة لشرطة الشارقة البعض لا يرغب أن يكون في الزي العسكري وهي طبعا محصورة في أمور بعض الأمور الفنية كطبيب تشريح وواجهة أمامية علاقات عامة مؤمور بدالة نحن رتقينا نكون عليها توطين ويكون عليها أشخاص مدنيين دون التنزام بالزي أو الدورة العسكرية وتلبي احتجات القيادة وبالتنسيق مع دائرة المرض البشرية هناك أخوة وأخوات متقدمين للعمل وإن شاء الله اللجنة مشتركة ما بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة المرض البشرية ستكون هناك طبعا مقابلات الأخوة والأخوات متقدمين وإن شاء الله في نهاية طبعا انتهاء العمل للجنة سيتم رفعها لأسماء واعتمادها وتمارس العمل في إمارة الشارقة وقبل شهور قليلة كان لسموه توجيه أيضا بتوفير 15 توظيفة من الكادر المدني في شرطة الشارقة لينطلقوا في مسيرة الحياة العملية ويصبحوا من الكوادر الوطنية المبدعة والمتميزة كل في مجاله أحب أشكر صاحبه السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على هاي الفرصة أنه تم قبولي من ضمن 15 شخص في الكادر المدني مجال شغلي هو مختص في الحملات والتوعية إعداد الخطط اللي تخص الحملات ونشاطات الحملات أول شي حاب أشكر حاكم الشارقة على الفرصة اللي وفرها لنا نحن المدنيين اللي توظفنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة كنت أنا من بين 15 شخص في الكادر المدني وتعينت كمنتج فني في إدارة العلاقات العامة والإعلام لم تكن هذه المكرومات هي الأولى ولن تكون الأخيرة في مسيرة الأب الحاني فمنذ أن حمل الأمانة وتولى المسؤولية وسخر جل حياته وفكره لبناء هذا الوطن انطلاقا من بناء الإنسان الذي ما فارق فكر سموه وتوفير حياة كريمة للأسرة والفرد بل وكل من وطأت أقدامه هذا الوطن وأضلته سماءه هكذا هي مسيرة العطاء ومسيرة البناء لسلطان الخيري والعطاء مكارم حاكم الشارقة تمتد للقاصي والداني في إمارة الشارقة ما يعكس اهتمام سموه بتوفير حياة كريمة لأبنائه المواطنين وتمكنهم في كافة المجالات لأخبار الدار هويد الشرقي الشارقة ترجمة نانسي قنقر